مشاهدينا مثل ما شفنا أراء الناس مختلفة ونفس ما قالت بسمة الموضوع يختلف من شخص للتاني حسب ميزانيته وطريق التفكيره خلينا نرحب بضيفنا معاوية عمر خبير السيارات يكلمنا أكثر عن سيارة المستعملة واليديدة وشو ميزاتها وعيوبها يهلا ومرحبا فيك معاوية مساء الخير أستاذ عديب كيفها؟ نورتنا ونورت استوديو إكسبلور الله يسلمك يا رب معاوية شفنا الناس تتداول بين السيارة اليديدة أفضل وناس تقول لا السيارة المستعملة أفضل أنا أعرف وجهة رأي معاوية شو تشوف؟ شوف يعني هو فيه اختلاف بالأراء يعني خلينا نكون وسطيين اليوم أنت بيتشتري سيارة أنت في رأيك الأفضل أنك تأخذها جديدة وترتاح وتريح راسك أحسن ما مثلا تروح تشتري سيارة مستعملة نحنا في سوق السيارات نسمي سوق السيارات المستعملة هو السوق الرمادي يقول حظك يا أبيض يا أسود فأنت في النص أنت ونصيبك في شرائك طبعا فيه إجراءات لازم يتم المستهلك أو الشاري يتخذها قبل أنه ما يفكر يختار أو أنه يباشر في الموضوع جميل لازم يأخذ شوية نصائق يأخذ شوية إرشادات من أي حد عنده أو أي شيء لحتى يكون إن شاء الله أنه سوى الشغل الصح لكن جهده بيكون أعلى بكثير عن اللي يفكر يروح ياخد سيارة جديدة طبعا فأنا في النهاية أفضل الجديد طبعا لأنه لا يحتاج لكيطارات لا يحتاج لأي صيانات لا يحتاج لسيرفيس أنت تأخذها وترتاح أمورك تمام ما شيء بالسيف سايد فيه فأنا أقول مع الجديد أفضل طبعا جميل معاويا بس معاويا أنت قلت أنه كنا نبس سيارة يديدة صدق صح بس بعض المرات الواحد ما يكون عنده القدرة أن يأخذ سيارة يديدة فممكن أخذها مستعملة بس نظيفة صحيح فأنا حينما أنزل السوق وأشوف سيارة مستعملة أو نظيفة كيف أعرف هالسيارة نظيفة أو لا؟ أول شيء لازم يكون عندك دراية لنوع السيارة أو البراند أنت بتختارها كم التايم لايف بريد تبحث أنك بحجم عمرها أو حجم مدة استهلاكها لهذه السيارة هذا واحد اثنين دائما نحاول أنك تأخذ السيارات اللي هي لها وكلاء في دولة الإمارات ما نأخذ سيارات من وكلاء خارجيين أو سيارات مستوردة من دول أخرى ما ندري تاريخها أو شو حاضرها تمام ثاني شيء حاول أنك تختار الشيء اللي يناسب البجت تبعك في نفس الوقت يناسب مقيسك كشخص عندك عائلة كشخص فردي أو تدور سيارة رياضية مثل ما قلت معاويا السوق عندنا كبير صحيح هل هو بحكم السعر؟ حكم السعر والمواصفات نحن في دولة الإمارات مثلا في مواصفات تنزم من السيارة كذا في مواصفات واحد اثنين ثلاث اربعة لكن موجودة في دولة أخرى في مواصفات أفضل وأعلى لكن الوكيل ما يوردها فالهاوي يعني خاطر دائما دائما الهاوي يحب المخاطرة صحيح فتلاقي يأخذها ويستانس فيها أو إن شاء الله يتوفق فيها بس بينما في سيارات للأسف تاجي على دولة الإمارات ممكن تكون منتهية أو محتلية نتيجة فيضنات كوارث طبيعية وإلى آخره يتم استرادها طبعا يتم تضبيطها وتجهيزها للطريق لكن كفائتها لا تتوقع أنها تكون كفائة أي سيارة في ميدانها أو بمقارناتها فتتوقع فيلك مشاكل منها تتوقع أنها حتى يوم بتبيحها بتخسر أكثر فالأفضل أنك يعني نفس ما قلنا أنك تستند بالإرشادات والنصائع قبل ما تشتري السيارة مستعملة دائما أنزين المعامي بما أنك خبير وفاهم في السيار شو رايك بالتطور اللي وصلوا لليوم وولاد البلاد لهالمرحلة من التطور والإضافات اللي يسيني يضبونها على السيار أهل البلاد هون ما شاء الله يعني دائما المتقدمين دائما يحبون يوصلون للأعلى وللقمم أكثر فهم ما شاء الله صراحة يعني سبيشالي اللي يشترون سيارات السفاري السوبر سفاري نيسان نشوف ما شاء الله الهورسباور اللي يحطونها على السيارة مخيف ببب نعم وإضافاتهم وايد حلوة وشي يعطيك من الحماس وشي يعطيك من هذا لكن بعد ما ننسى ملاحظة إضافة الأمان في كل نقطة سيبتي ضروري نعم وتاخد ترخيصك من دوائر المختصة في دولة الإمارات عن هذا الموضوع بس لي بقوله لا شباب الإمارات وايد مفعم في الموضوع ومتحمس وصراحة يعني يعني من أشطر المجتمعات في هذا الموضوع تقريبا أنا شفت فيديو قبل فترة الواحد أتوقع صين الجنسية نعم ركبوا يا شباب مواطنين وشاف شو مسوين بالموتر شو الأضافات اللي مراكبينها نصدم كيف وصلتوا حق هذه المرحلة نحن ما سويناها لا أكيد طبعا صدف مع سيارات أوروبية معروفة على مستوى وكان المجربين ناس اندهلوا يعني في مرة برضه من الفيديوهات اللي شفتها في واحد كان عنده سفاري البابين اللي هو الكوب منه وكان مزودنا بألف وستمائة حصان ما شاء الله فحطوهم ضمن صباغ في شارع الشيخ زايد أظنى شفتهم في التوب جير نعم وكان المستوى أدائها أفضل يعني هو انصدم هو استغرب كيف لعب الإنجينيري كمان السيارة كاملة وخلها تولد هالقوة وهالأحصنة وتكون هالأحصنة فعالة على الطريق ما تكون أحصنة بالأرقام لا فعالة تنزل على الطريق وهذا الشيء يعني أكيد من الخبرة من المجهود من التجربة من عام أنا أتذكر من أيام من المدرسة من 95 و 96 الشباب مهتمين في هالموضوع طبعا هو عالم واسع فمستحل أن نختصرها في نزيل أنا بسألك سؤال غريبي شوي نعم تفضل أم تشوفني تعرف سيارة تطيح علي أو سيارة راكبة علي هلا أكيد سيارة إلدور و尤其 في الوقت الحالي يعني أنت ما شاء الله يعني جينز وجاكيت فأكيد يعني تدور السيارات التي تعطيك نوع من أنواع الأنواع يعني لن تقول عن البيكوب تأخذها بقوة يعني مثلا يمكن قتلك على تحت الهواء أقرب شيء فورد رابتر تياع الكاريز ممالكة تياع لها الأمور وفي شخصيات سبحان الله يعني تيلها مواصفات غير يعني وحتى عند النساء وعند البنات وعند في بعض اختياراتهم الخاصة فيهم يعني هذا الشيء موجود صدقي يعني أنا أشوف شخص أقول والله الشخص يصلح لها الرنج يصلح لها مرسيديس صحيح هذا الشيء متوفر صحيح وسبحان الله في ناس يشترون مثلا هاي السيارة وما تضبط عليهم تحصلها مثلا ما شاء الله هو قصير السيارة عودة كذا لكن في الأخير الشغفة للموضوع حبها للموضوع أدى الاختيارة لهذه السيارة اللي هو فضلها أو هواها أكثر نعم مستعملة بس تحافظ على سعرها شو السبب شوف أنت بتتكلم في موضوع شوي نتكلم فيه أول شيء السوق اليوم في ندرة في بعض أنواع السيارات وهذا الشيء رفع من قيمة السيارات المستعملة هذا واحد كسيارات جديدة يعني ندرة شوي في موضوع السيارة الشيء الثاني الله يسلمك هو سمعة السيارة إثبات جدارتها جوائزها اللي خدتها إثبات وجودها في الدول أوروبا في شمال أفريقيا عندنا في آسيا في منطقة الخليج نجاح الهيستوري ريكورد تباح يعني نقولها وايد زين هذا الشيء الشيء الثاني هو يوم صنعوها لها السيارة كانت فعلا مصنوعة لحتى تمشي عمر طويل فأنت يوم بتحصلها مثلا ماشي 200 ألف هي السيارة إنها تمشي 400 ألف كيلو فأنت يوم بتأخذها وأنت نفس ما تكلمت في بداية اللقاء في ناس عندها البجت محدود فأكيد بيفضل هذه عن السيارة اللي مثلا عمرها 200 ألف كيلو وتكون ماشي 150 ألف كيلو إنه يعرف إنه بمشي فيها 50 ألف كيلو عدد ذلك هذيك السيارة بمشي فيها 200 ألف كيلو فيزيد البجت ماله لحتى يحصل على تايم لايف بريود بها السيارة أفضل أو أكبر إن زين شو تفضل حين أنا بروح أشتري سيارة نعم تفضل أن أسوي تست درايف في الوكالة أو أن أستعدر السيارة مدة أسبوع 10 أيام أن أجربها هذي ترجع لحسب خبرتك أنت في السيارات يعني في بعض السيارات ممكن تدور على الراحة والمساحات وتشافرينها أنك تاخذ تست درايف مالها في الوكالة و 10 دقائق ربع ساعة نصاعة تكون أنت فهمت الموضوع و أنك كيف تقدر تعيش فيها أنت وعيلتك لكن في سيارات اللي يصل لك شوي حساسة ومبالغها كبيرة فمثلا يعني نقول دومبرغينيا فأنت دور مثلا أو نحط الفرار F-150 مثلا ونحط إنزو فأنت بتحتار عندك هالبوجت أبين سبورت كار أكيد بجر أكيد بتعايش وياها أكيد بحس كيف التسارع مالها لازم أعيش المشاعر مالتها اللي حتة تناسبني أنا مو كل يوم بشتري سيارة في هذا البوجت أو بهذا المبلغ فأنا بفضل أن لحظتها يجري السيارة أسبوع أو أسبوعين ويتأكد من نفسها بعدين يأخذ القرار ترجمة نانسي قنقر